علّ الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحجد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة لا دخان أسود ولا أبيض خرج من بيت نور المالكي الذي احتضن اجتماع قادة الإطار التنسيقي بل لا آت ثلاثة تستر عليها بيان مقتضب لم يقل شيئا عن تفاصيل الاجتماع غاب عن التئام الشمل هذا كما قيل قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق الذي أخذته همومه إلى النجف وغاب عنه كذلك فالح الفياض الذي أخذته شواغله إلى موسكو لكن لبيت المالكي طقوسا محددة معروفة أنه ليس مكانا لتحقيق الانفراجات وكأن المكان هذا مخصص لصوغ التأزيم وتعقيد العقد العارفون بالحوارات الداخلية للإطار قالوا إن بيت المالكي يريد أن يعيد صوغ المواقف الإطارية المتراخية نسبيا فرفع لآت ثلاثة أولها أنه لا نزع للسلاح وثانيها لا تخلي عن نور المالكي وثالثها لا ذهاب للمعارضة الآت هذه تركز على رفض شروط زعيم التيار الصدري الذي يطلب من الفصائل نزع السلاح ومن الإطار بعامة التخلي عن المالكي والخزعلي كشخصين يضران مشروع الدولة بسياسات التسرع والارتجال المصادر العالمة تشير إلى أن بيت المالكي أفرز وفداً لإعادة التفاوض مع الأحزاب يفترض أن يرأسه العامري والجديد فيه أنه سيضم بعض النواب المستقلين لدمج المبادرات وإعادة تصميمها ولعل الهدف من ذلك طورت جيوب في تجمعات المستقلين بأخماس نور المالكي وأسداس قيس الخزعلي ومناورات الفصائل وقبل الاجتماع كان المالكي يتحدث للصحافة دون أن يبتكر جديداً يعرضه على الناس فزعم أنه زاهد بالرئاسات ولا يخفق قلبه سوى لمصير الشيعة وحرصه على أن يراهم كتلة موحدة وحين لمح في جمهوره بعض الملل راح المالكي يخوض في أزمة المناخ العالمية وأخبر الملأ بأن انخفاض مناسب المياه سيؤدي إلى نقص في منتوجات الغذاء والطراب في الخصوب والأمطار والطقس في موسم إن حبست معه السماء وانسدت خيارات السياسة بسوء النوايا والعزة بالآثام